كما قال الكابتن شريف والكابتن علاء، أداء غير متوقعة الشروط الثاني برغم التقدم الشروط الأولاني. يعني حتى لو أنت ما كانتش السيطرة لك الشروط الأولاني، كانت نسبة 55-45. ولكن أنت قدرت بقى المجهود تتقدم في الشروط الأول، وكانت المنظر أحسن، وكانت توقف كويس. فيه كور كتير الشروط الثاني لو جبنا بعض اللقطات، ستجد حتى تمركز المدافعين الشروط الثاني برغم الكابتن علاء بيقولك أنهم كانوا يراجعون لورا قوي، إنما التمركز نفسه كان خاطئ. ماشي بس هو العمل الفرق الكبير ده، الرغبة الغير عادية لفرقة الحرس مع هدوء زي ما علاء وشريف قالوا هدوء لك إحساسك أن أنت كذبان والفرقة سهلة. بس خلي بالك الرغبة يا كابتن أسامة بيقابلها كمان أخطاء. ماشي ما فيه أخطاء طبعا في النادي الآن مش بتكلم على بس أنا بقول إنه إصرار وحماس فرقة الحرس الوطني الشروط الثاني مع هدوءك هو ده. أسامة هدوءك اللي مش مبرر. ده الهدوء ده الهدوء ده من ساعة الدوري اللي فات. أنت مضيع دوري بهافز الشكل. أي مشكلة زي ما كان. لا أنا بكلمك بقى بصراحة. اللي هو الواحد سفر. الواحد سفر ده وما بتغطيش. أنت رايح منك دوري رايح منك سوبر مصري. نفس الشكل ده اللي حاصل بقى له معنا شهوري يعني. نفس المفهوم ده. فالهدوء اللي حاصل عندك مع الحماس الكبير عند فرقة الحرس الوطني. هو اللي إنت وإحنا كلنا قاعدين نتفرج. بنقول فرقة الحرس قربت تجيب جون. يعني كلنا كنا قاعدين ومتفقين على الموضوع ده. من أكتر من كرة إحساسنا إنهم قربوا العلي لطفي. إن كرة في العرضة إن كرة عالي لطفي بيشيلها. إحساس خلاص إن هما قربوا. طبعا النادي قال ليه ضربة جزاوات. حسنا ما يجي كابتن ناصر عباس يتكلم عليها. بتاعت أكرم توفيه. ممكن أوضح من الضربة جزاوات. اللي جاءت الأولين صح. دي فرقت شوية في اللقاء. مع إن الرجل كمان عمل اللي هو مدربهم. عمل تلت تغييرات اللي هو تلتين وعشرين وعشرة. تلتين وعشرين دول طوال. ولعبه الأداب. ولعبه على كور طويلة. واستمر عبد الحميد عثمان دروا رقم 19 اللي هو الزهير الأيصر. هو مكمن الخطورة من ناحية الشمال. وعمل أكثر من كرة عرضية. وكورات بيجيب منها الكورنرز. والناحية الثانية رقم 9 اللي هو جابت جون. ديوري. ديوري ده. وهم يمكن أوضح اتنين زي ما علاء قال. تقريبا هم أوضح اتنين فيهم. الباكليفت. الباكليفت والرقم 9 اللي جابت جون. كويس قوي. ده يخليني أتكلم في النقطة مهمة جدا. يعني إحنا شوفنا الشوت الأولاني. ولحد دقيقة مثلا سبعين أو اربعة وسبعين من الشوت الثاني. محمد هاني بيلعب لوحده في المنطقة دي. وطهر ما كانش ليه مساندة دفاعية. مضبوط. هو استنى عليه كثير جدا. ولما ابتدى يفكر انه ينزل اكرم. نزله متأخر في الديار باع وسبعين. مضبوط. ده كمان يعني نزول اكرم عمل شيء من الحماس جنب اليمين. مضبوط. سوقف النواحي الهجومية. يعني حتى بعد الهدف. ابتدت رجعت لك خطورة شوية من ناحية اكرم ووليد. أنا اللي قصده ان ممكن التغيير ده كان يبقى بدري شوية. مفروض طاهر كلنا كنا متفقين ان طاهر من الشوت الاولاني حتى تغيير كاربا. قلنا ان كاربا برضو ما كانش موفق او بس كان متحرك عن طاهر. يعني أنا حتى توقعنا ان كاربا ان طاهر هو التغيير الاولاني. مضبوط. فهو فعلا تغييرت اخر. الحاجة التانية انه شال ديانجي من نص الملعب. كان اغنشط واحد في نص الملعب في النواحة الدفاعية. يعني السيطرة اللي كانوا بيتكلموا على الوقت الكباتن. ان الشوت التاني تحس ان فيه سيطارة في نص الملعب من فرقية الحرس الوطني. وابتدوا حتى ينقلوا كرة على الارض رغم صعوبة الارض الملعب. بس ابتدوا يبقى فيه استحواز ليهم. برضو خروج ديانج دي كانت يعني عالم تستفهم شوية. لانه نشيط وبيجري وبيخبط كتير. وجسمه قوي وعنده التحامات. قلت دي شوية لما خرج ديانجي في وسط الملعب. هو طبعا عملت تغييرة كبيرة. لانه بدر بانون رجع ورا. وايمن اشرف راح باكلفت. وعلي معلول تلع الجناح. يعني هي التغييرة عملت بتاع 3 او 4 تغييرات في الملعب. بمجرد التغيير دوته والجول دخل بداية 75. يعني بعدها بداية تقريبا. مضبور. فاللي حصل الشوطي التاني زي ما قلت لك. هدوء من لعبة النادي الاهلي. ثلاث تغييرات فيهم أطوال الرجل. فرية الحرس وقت نوارى 35 و20. نزله قدام عمله خطورة. الحماس اللي كان كبير. والرغبة اللي كانت عند فرية الحرس كانت أكتر مننا الشوطي التاني. واحنا كلنا حسناها حتى في الالتحامات. كانت التحاماتهم قوية وفيها أحيانا خشونة. فكل الحاجات دي يعني قربت فرية الحرس من الجون. لغاية لما قدروا يجيبوا جون. وكان ممكن كمان يجيبوا هدف تاني. رغم أن انت ليك كرتين خطر. قلنا ضربة الجزاء اللي أكرم عملها. وفيه كرة وليد سليمان عدى بها كواس أول عملها عرضية. بس السردباك والجون قدروا يتعاملوا معها وطلعوها. رغم صعوبتها جامد جدا. فالشوت الثاني فعلا فرقة الحرس كانت تفوقت نسبيا علينا. والنتيجة في النهاية تعتبر معقولة. واحد واحد برما لعبنا مع فرقة بالحجم أو المستوى ده. تعتبر نتيجة جيدة. بس احنا بنتكلم على الأداء اللي قال الشوت الثاني بدون يعني مبرر. يعني كان ممكن نتعامل مع الشوت الثاني أفضل من كده. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر